أصدر الرئيس عبد الفتاح أسيسي قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله تضمن القرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحافظ البنك المركزي ووزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والوزير المختص بشؤون الاستثمار وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية وبحسب القرار الجمهوري يتضمن التشكيل أيضا كل من رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومدير التنفيذي لصندوق مصر السيدي للاستثمار والتنمية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين موسيقى